في إطار فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي استضافته المملكة خلال الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري وأقيم تحت رعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المفدى اختتمت في قرية البحرين الدولية للقدرة منافسات بطولة المغفور لا بإذن الله تعالى اسمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة وسط مشاركة كبيرة من الجياد والمهور والملاك والمربين من داخل وخارج مملكة البحرين وشهد اليوم الختامي من الحدث حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وسيد بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الجمعية العمومية من الدول المشاركة كما تميزت البطولة بحضور جماهيري مميز وتوجى سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة برفقة رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة بيتر بوند الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في مختلف فئات البطولة حيث شهدت النتائج تقاربا كبيرا بين الجياد والمهور وسط أداء مميز ومنافسة شديدة للغاية وأعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عن اعتزازه بالمستوى الفنية الذي خرجت به البطولة مشهيدا بالمستويات التي ظهرت به الجياد والمهور وبالجهود التي بدلها ملاك الاستبلات والخيل وبحرصهم على المشاركة في المسابقة وإنجاحها لا سيما أن النسخة الحالية شهدت حضورا رسميا من قبل منظمة الواهو وعدد كبير من الدول المشاركة في المؤتمر الأمر الذي يعزز من السمعة العطرة التي باتت تتمتع بها مملكة البحرين على الخارطة الدولية للخيل العربي الأصيلة وفي ختام البطولة تبادل سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة دروعة تذكارية مع رئيس المنظمة العالمية للخيل العربي الأصيلة حيث جدد الأخير شكره وتقديره لمملكة البحرين على النجاح الباهر الذي حققته من خلال استضافة المؤتمر العالمي للخيل العربي الأصيلة مثمنا في الوقت ذاته الرعاية الملكية السامية للحدث ومقدرا الجهود التي بذلتها لجنة المنظمة العليا برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل سمو ولي العهد واهتمامه المباشر في دعم مسيرة الواهو ترجمة نانسي قنقر